الرحمن الرحيم المرشح رشيد بن سلام الريح العمر 38 سنة رقم الاقتراح 29 الشعار الانتخابي من أجل تحقيق سلطة الشعب بدائرة ولاية سليانة تحية لكل تونسي وتونسية ولكل أهلين في ولاية سليانة المجاهدين والصامدين تحية لكل أهلين في بوعرادة والعروسة ومكثر والكريب وبرويس والروحية وكسرة وبرغو أتقدم إليكم بكل وعي ومسؤولية للمشاركة الجدية في هذا الواجب الوطني الذي من أجله إن شاء الله تتحق فيه دولة الحق والعدل والمساوات بين جميع ولايات الجمهورية دون أي تنبيز ورفع المظلمة عن المهمشين والفقراء والمظلمين في ولاية سليانة باش ما عادش نتهانوا فيها وناخذوا حقوقنا ما عادش باش نخليهم يهمشوا الشمال الغربي وقد شخصنا النواقص بولاية سليانة الاستثمار الخاص في قطاع الحلفلاحة في الصناعات الغذائية في المواد الإنشائية وفي الخدمات تعتبر ولاية سليانة من الجهات الثارية بالمواد الإنشائية وهي تحتوي على 40 موقعا من مدخرات كالرخام والحجارة والتين والرمل ومنابع المياه المعدنية الباردة بإعان سكرة وصدقة قابل للاستغلال وعنب وسعدية ومنبع المياه الاستشافائية بحمام بياضة بالكريب تتمثل هذه المواد في الحجارة الرخامية المؤتأتية من جبل الكسرة وعين الديسة والحصاصية ودير الخلصة وسند الحداد المواد التينية متأتية من مناطق سيد إبراهيم ورقوبة بيجدة باردة كيف بوجة برقو وعين البيضة لخوات الرمال الصناعية متأتية منطقتين الرميل بباردة والقرية بكسرة الجبز متأتية بجبل الشهيد بكعفور نستنتج من ذلك غياب الإرادة السياسية لتنمية الولاية ضعف قدرة الولاية على استثمار الخاص ضعف أداء القطاع الفلاحي مقارنة من تصغر به الجهة مواد ومودخرات محدودية مساهمة القطاع الفلاحي في تنمية الولاية ضعف البنية الأساسية ومحيط الانتاج غياب الاستثمار في القطاع السياحي كعينكسيل وهنشير رومان وبرقو وكسرة ومكثر والروحية خدمات صحية لم ترتقي إلى المستوى غياب صلاحيات الإدارة الجهوية وثقل الإجراءات والقوانين والمقاييس المعتمدة غياب الإرادة السياسية لتنمية جهة ولاية سليانة غياب البنية التحتية في جميع مناطق والأرياف بالولاية هذه معاناة ولاية سليانة وسنعمل جميعا أبناء الجهة لكي تنهض بالولاية